السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة جدا والحقيقة فيه اخبار في منطقة خطورة السعودية اصبحت اكتر او اكبر مقترد في العالم اكتر دولة بتقترد فلوس في العالم تغلبت على الصين في نفس الوقت فيه سؤال اهم جدا وده سؤال يعني كل الناس عمالة تسألهولي بتقولك ايه هو بيترو دولار ده اتفاية حقيقية وانا مش حقيقية لو هي حقيقية فين صور توقيع السعودية عب بيترو دولار فين صور توقيع امريكا عب بيترو دولار انتو على فكرة بتقولوا بتقولوا على السوشيال ميديا انتو بتقولوا حاجات غريبة جدا وسائل اعلام بتنفي حاجة زي كده وقناة العربية بتنفي حاجة زي كده نهار ده انا عندي اجابات مهمة جدا واخبار وتفاصيل مهمة لأول مرة كورا الجنوبية حتجرق نها تفرض عقوبات على السعودية كلام واخبار اقتصادية حالك لازم تعرف الاخبار ممكن متلاقاش في حدد كتير بس طبعا عشو يقولك عليها وكشف لك تفاصيلها نازموا لك القصة من اول قبل وكش في الموضوع قبل وكشف لك التفاصيل خلينا يقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو هو موقع اسمه قانسل ماد في ناس بيبقى عندها مشكلة في تشخيص المرض بتاعها العلاجة هنا هيكون صعب او ان انت محتاج ان انت تبص على دكتور خارجي هو اللي يشخص لك المرض بشكل كبير حقيقة دلوقتي الصفر للخارج بقى مكلف جدا جدا قانسل ماد بيعمل اي بقى بيوصلك بالدكتور اللي بره يخليك تكلمه فيس تو فيس او يخليك تكلمه فيديو يبص على الحالة وشخصها له من جير مسافر بيسهلك ويوفر لك حاجة كتير حقيقة قانسل ماد مبقاش فقط موقع ده بقى ابليكيشن كمان والتطبيق ده بيوفر لك حتى العلاج فمش بيوصلك فقط للدكتور لا والدواء الجديد بقى عن قانسل ماد ان كمان ضافوا خدمة الجلسات النفسية اطباء نفسيين من افضل خبراء في المانيا وانجلترا وامريكا وده بيضمن لك اولا سرية تامة في جلسات العلاج النفسي وفي نفس الوقت السرعة الكبيرة جدا في العلاج بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان كونسل ماد بتفجر مفاجأة كبيرة اوي وعمل برنامج لتدريب الاطباء في الخارج يعني ايه يعني لو انت طبيب ممكن تسافر برة تحصل على كورسات تدريب عن طريق كونسل ماد هتوفر لك ابرز المستشفيات وافضلها وافضل برامج تدريبية موجودة في اوروبا هتساعدك على تغيير مفهومك بشأن الطب بشكل كبير جدا وخلي بالك ان اجراءات الفيزا والسفر كل ده كونسل ماد بتخلصه لك وبتساعدك ان انت تسافر لخارج هسيب لحضر لك الرابط بتاع كونسل ماد اسفل الفيديو لان الناس دي بتقدم من افضل الخدمات الطبية اللي موجودة في الشرق الاوسط نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد الامعان النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة على شاطرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص الاقتصاد السعودي ولا بيحصل في اتفاية الباترو دولار والباترو ديوان رحيا انا عاوز ابتدي من مقالة نازلة في جريدة مودرن ديكتراميسي على فكرة مقالة دي في منتهى الخطورة في منتهى القوة وبتجاوبك على كل الاسئلة اللي بتيجي في بالك فين اتفاية الباترو دولار اتفاية الباترو دولار دي انتهت ولا لا ايه هو نظام الامبريج اسئلة كتيرة انا طيب مين اللي كاتب مقالة؟ اللي كاتب الاتفاية دي اسمه ريتش تورن ريتش تورن ده كاتب كبير جدا مؤلف اه كتب اقتصادية من الاكثر مبيعا في العالم بس سالينج بوكس اه او ايكوناميك بوكس على عالم كل ريتش تورن بيسال ويتساءل هل فعلا السعودية خرجت برا بيترو دولار ولا لا وليه اه وسائل اعلان بتحاول تكذب كده وتقولك فيش حاجة اسمها اصلا بيترو دولار طبعا انا هحصل هنا قناة العربية اللي طلعت في تقرير واد على فكرة يا جماعة فيش حاجة يا جماعة اسمها بيترو دولار وانت بتجيبوا الكلام ده منين ومعليش ان انا بقوله على قناة العربية لان هي تقريبا الكنات السعودية اللي طلعت تدافع انه فيش حاجة اسمها بيترو دولار الخبر لا اساس له من الصحة على الاطلاق بدأ من حوالي اسبوعين على يوتيوب عندما رأى الاخرون ان هذا الفيديو يحصل على عدد مشاهدات كبير فدخل اخرون واصبح الموضوع موضوع عدد مشاهدات ثم انتقل الى تويتر واصبح ايضا عدد مشاهدات ومتابعين وتلاقي كل تغريدة عليها 300 400 الف بيوتيوب وصلت اكتر من مليون ثم انتقلت الى بعض المواقع على الانترنت الجانب الاخر هتلاقي ان قناة الاعلام الامريكية ما حدش بالكلم عن موضوعها بس من مناسبة فوكس نيوز ابتدت الكلام عن موضوع ده فوكس نيوز الامريكية ذكرت ان السعودية انسحبت برا الباترو دولار زي ما حركتشوف كده بزرط الاتفاقية الموقعة بين الرياض وواشنطن في يونيو من العام 1974 تنص على التزام المملكة العربية السعودية بيبيع النفطها حصرا بعملة الدولار الامريكي واستثمار السعودية في السندات الامريكية جاء ذلك او جاءت هذه الاتفاقية بعد فترة وجيزة من فك الرئيس الامريكي حينها ريتشارد نيكسون في العام 1971 فكر ارتباط الدولار بالذهب على اعتباره ان الدولار اقوى عملة احتياط في العالم طيب ريتش تورين بيرد على الحتة دي بقى بيقولك على فكرة لكل الناس اللي هي بتكذب في الموضوع او بتحاول التعتب عن موضوع وتقولك فيش حاجة اسمها باترو دولار ده كلام مش صح ليه؟ لان بالفعل هي الاتفاقية موجودة بس هي اتفاقية سرية عشان كده مناقش صور ثاني ده مش كلامي وده مش تحليلي ده كلام الرجل وهو بيقولك هي اتفاقية سرية مفيش صور طلعة للموضوع بس هي موجودة هو امر موجود وقالك خد بالك من امره مهم جدا حتة ان السعودية خرجت برة الاتفاقية ومحاولة تكذبها ده امره مش هيكل مع الناس ليه؟ قالك خد بالك فيه حاجة اسمها الامبرج امبرج ده ده بديل لنظام سويفت في العالم كل يعني ايه؟ يعني خد بالك فيه حاجة اسمها نظام سويفت نظام سويفت ده تبادل الاموال بين البنوك يعني التحويلات مثلا مثلا انت عاوز تشتري عربية من المانيا خلاص؟ بتعمل ايه؟ بتحول فلوسك من مصر للمانيا صح؟ التحويل ده بيتم على نظام اسمه سويفت طيب فيه 26 دولة اخترعوا حاجة اسمها الامبرج او طبقوا حاجة اسمها الامبرج منها الامارات منها مصر منها الصين دور كتيرة منها طيب مثلا 26 دولة عملوا او اه تلعوا بنظام اسمه الامبرج لتحويل الاموال ايه الفرق بين سويفت والامبرج الحقيقة سويفت هو لتبادل الاموال الاموال اموال يعني تصبح مصر مضطرية لو انت هتشتري عربية من المانيا تصبح مصر او بنوك مصرية بالفعل هتحول فلوس لبنوك المانيا او لبنك الماني اما نظام الامبرج ده ده لتحويل عملات رقمية حاجة اسمها CBDC SBDC هي عملات رقمية يعني ايه عملات رقمية يعني مثلا اا ايوان ايوان يعني ايوان بنسخته الرقمية او اا نسخته على الانترنت فمثلا انت دلوقتي في الامبرج انت بتحولش فلوس كورا انت يا باشا بتحول فلوس رقمية بالأي طب هنا بيقولك ايه بيقولك في الامبرج يا باشا لو النظام سويفت عشان تحول فلوسك بياخد اسبوع في الامبريدج بياخد لحظات لانها عملات رقمية على فكرة عملات رقمية هوا مش قصدوا هنا في بيتكوين بيتكوين دي عملات مشفرة احنا نتكلم على رقمية فبيقولك النظام الامبريدج ده خطير جدا وممكن يؤثر على نظام سويفت طيب وايه المشكلة في كده قال لي بالك نظام سويفت ده ده اللي الامريكان بيستخدموه عشان يفردوا عقوبات على الدول يعني مثلا ايران مقفول فيها نظام سويفت ايران ما تعرفش تحول وتستقبل ما عندها امريكا قفلهولها روسيا مقفول فيها السويفت النظام سويفت كوريا الشمالية مقفول فيها سويفت وهكذا امريكا لو جات تفرض عقوبات هتشيل نظام سويفت هتبقى الدولة يعني مقفولة متعرفش تتبادل العملات مع الدول نظام امبريدج اللي قايم جديد ودخل فيه 26 دولة تتحدي لنظام سويفت وازرع وقوى ومفوش عقوبات فكون ان السعودية تنضم للنظام امبريدج وتجربه بالفعل وتنجح فيه قبل اربع تيام فقط من انتهاء اتفاقية الباتريو دولار اللي مفروض كانت تنتهي يوم 9 يونيو 20-24 ده امر جلل وده يقولك ان السعودية خرجت بره الباتريو دول لان هي طبقت الانبريدج قبل ما تخرج على طول يعني عاوزة كده انها تتطمن انها ممكن تبيع وتشتري وتحول وتستقبل اموال بعيدا عن نظام سويفت بعيدا عن الدولار بعيدا عن اي حاجة فالكاتب بيركز على حتة دي وراجل انا بيقولك ايه بيقولك خب بالك من امر مهم يعني ان السعودية لو جالها بيعا بالدولار مش هتقول لا يعني مفيش اي مشكلة بس الامر كله اقول لها كلها في ايه ان السعودية هتصبح حرة في بيع النفط اتهى بعملات اخرى هنا الحرية دي تمانها جالي جدا طيب طيب هل السعودية بمعنى كده انها بتقلب على الامريكان تاني الراجل هنا بيأكد ان رهان السعودية وانا بقول لحضرتك رهان السعودية على الامريكان مش هتصين السعودية شايفة ان امريكا هي الحامل مش هتصين او هقول لك ليه بعد كده يعني في الفيديو لما اجيلك في الخبر الى بعد كده هقول لك ليه السعودية بترهن على الامريكا مش عالصين بس الحرية اللي خدت فيها السعودية وانها مستعدة تعمل اى حاجة وتستخدم اى اوراق تحت ايديها هو نوع من انواع الضغط على الامريكان عشان ينجزوا بقى بالاتفايا الدفاعية وحتى لو الامريكان او الادارة الامريكية الحالية مع الفيتش تنجز في الادارة الحالية الموجودة هيصبح الادارة اللي بعديها انها هتطبق موضوع الادارة الدفاعية مع السعودية بامر بسيط بس تخلي بالك هيبقى بتمن غالي لو ترامب عاوز يعمل التطبيع يعمل الادارة مع السعودية هيبقى تمنها غالي لان السعودية خادت خطوات بعيدة جدا مع الصين فده امر هام جدا طب السؤال مين بقى قالك ان السعودية بتستخدم اوراق كتيرة جدا بعيدة عن امريكا والأوراق الكتير دي بتضغط على أمريكا يا باشا كون إن السعودية أو دولة بحجم السعودية تخش تدعم نظام Ambridge اللي هو لسه طالع لمواجهة نظام Swift اللي أمريكا بتستخدمه في فرض العقوبات ده أمر جلل ده مش أمر بسيط أنت كده السعودية بتشتغل ضد أمريكا أو بعيدا عن نفوز الأمريكي وده أمر يخضب الأمريكان جدا فده حاجة حاجة تانية هل الأمر ده بالفعل حيدرب الدولار في كل حتة بص هو راجل بيقولك إيه بيقولك خد بالك إن التجارة بين السعودية والصين لو حتى السعودية باعت كل النفط بتاعها للصين ده مش هيكسر هيمانة الدولار وقالك لو السعودية باعت النفط بتاعها كله بليوان مش بالدولار للصين ده أمر مش هيكسر الدولار ليه قالك خد بالك لو جيت بص هي السعودية باعت نفط قد إيه للصين ما يوازي 63 مليار دولار للسنة الفات قالك 63 مليار دولار في حين النظام شوفت اللي شغال كان فيه معاملات بأكتر من 100 تريليون دولار فده لا يوازي ده أنا بقول لحضرتك دي حاجة لن تعقل إن السعادية تبيع نفطها كله بليوان الصين فبيقولك ده مش هيوازي ده ده مش هيوقع الدولار ستواصل الصين استيراد النفط الخام بشكل مستقير وبكمية كبيرة من دول مجلس تعاون الخليجي وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال منها وتعزيز تعاون في مجالات تطوير المجرى العالى والخدمات الهندسية وتخزين وتكرير لنفط والغاز والاستفادة الكاملة من برصة شانغاي للبترول والغاز الطبيعي كمنصة لتسوية تجارة نفطية والغازية بالعملة الصينية بس لازم تعال نظام الدولار في العالم كله قوي جدا ومنتشر جدا بس اللي حصل إن السعادية تخرج بره البترودولار ده عبارة زي ما واحد ييجي حط مثلا دربوس جوه عجلة هل حضرتك لما تخرم العجلة خرمت غير قد كده هل العجلة هتفرقع؟ لا هتفضل ماشي طب و لما تفضل ماشي هتكمل طريقها عادي بس في الآية هتوقف وده اللي بيحصل دولار الدولار هيكمل طريقه عادي بس هيوقف لأول مرة هيحصل دولزال ده أمر بتستهونش بيه فده أمر مهم جدا ماشي هنمشي مع الكاتب ونمشي مع وجهة نظره وإن الدولار مش هنخفض وإن الباترون دولار دي اتفاقية سرية وكلام ده كله وفيه الأمريتش والسي بي دي سي والكلام ده كله نيجي للسؤال المهم هي ليه السعودية بترهن على أمريكا؟ من لسبب بسيط النهاردة بلومبرج بنزلها مقالة في منطقة الخطور تقول لك على فكرة السعودية أصبحت أكتر دولة في العالم مصدرة لسندات خزانة يعني السعودية أكتر دولة بتتداين من الأخر كده بالمصر يعني أكتر من الصين طب وإيه علاقة الصين؟ قال لك والله الصين بقالها 12 سنة أكتر دولة بتاستدين في العالم ماشي؟ والصين حجم الاستدانة بتاعتها كل سنة عمضات فما بالك أن السعودية دلوقتي عمالة تاخد ديون من الخارج وعمالة بيع أذن خزانة وكلام ده كله ما يفوق الصين طب إيه اللي حصل؟ قال لك وقال بالك أولا الصين ابتدت تبيع ديون هداكليا في طلب عالي من قبل الصين أو الصينيين أنهم يشتلوا سندات خزانة بالعملات المحلية فالصين ابتدت تبيع سندات الخزانة في الده فنسبة اللي الصين بتصدره لسندات الخزانة أو الديون الخارجية انخفضت انخفضت بقى ديه؟ انخفضت بنسبة 68% وأصبحت الصين عاوزة بس ديون من الخارج بـ 23 مليار دولار أما السعودية عاوزة أو بتبيع أذن خزانة أو بتبيع سندات خزانة للخارج بـ 37 مليار دولار فأصبحت السعودية هي أكتر بلد في العالم بتبيع ديون أو بتستدين من الخارج طيب الأمر اللي بتقوله بلومبرج إيه؟ طرق قال لي بقى لك سندات الخزانة اللي بتصدرها السعودية مرحب بها جدا من المستثمرين وأي مستثمر بيشوف سندات خزانة أو ديون سعودية بيجرى على طول يشتريها حلو بس هي في كذا بنك أصدر تحذير منهم مين؟ منهم باركليز باركليز بيقول يا جماعة السعودية ما ينفعش انها تفضل حفظة على الوطيرة دي لأنها كل شوية تقعد تستادين 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 ده أمر ما ينفعش ان السعودية تمشي بيه خاصة والأمر ده هو أمر بالنسبة لباركليز إن هو أدى إن تخفيض الاقتمان أو الحد الاقتماني للسعودية خاصة ليه؟ قال لك والله يا أصدر السعودية في توطرات حولها في المنطقة ده أولا أسعار النفط بتهبط مش بتطلع حتى لو بتطلع اليومين دول بس هو بيقولك في العام فيه هبوط في أسعار النفط تاني حاجة الاقترابات المالية في العالم كله فقال لك لا إحنا هنخفض التصنيف الاقتماني لأن السعودية عمال تستادين بشكل بير جدا ده لاش بنك اسمه يو بي بي قال لك لو السعودية فضلت تستادين من الخارج كده لازم تعرف إن ده هيأثر على سياساتها في الخارج ده له تأثير طيب هي السعودية ليه بتستادين بالشكل الكبير قوي ده براجم إنها دولة اقتصادها عملاء وعندها يعني احتياطي نقضي ما شاء الله يعني فليه السعودية تروح للخارج يعني قال لك لصات بسيط قوي ايه هو رؤية عشرين تلاتين مشكلة السعودية مش في الرؤية مش في تنفيذ المشروعات مشكلة السعودية في السرعة السعودية عاوزة تنجز رؤية عشرين تلاتين بتاعت خليل عد سعودي فأسرع ما يوم عشان كده مضطرة إنها تستادين مضطرة إنها تجيب سيولة من الخارج عشان كده تمشي طيب خد بالك من كلمة بنك يو بي بي قال لك حتأصل على سياساتها في الخارج ما بالك إن أزون الكزانة دي بالدولر الأمريكي فهل تعتقد إن السعودية حتروح بعيدا عن الدولار أو تروح بعيدا عن الاقتصاد الأمريكي أبدا هل يبقى لك كل الديون دي بالدولر السعودية مش عاوزة تضر الدولر السعودية بتضغط على الأمريكان عشان رهانها على أمريكا عشان تجبر أمريكا إنها تجيلها وتوقع معها اتفاقية دفاعية بس مشروط سعودية وبما يرضي ولاي العادة سعودي فولي العادة سعودي بيلعب كل الكرود بعيدا عن أمريكا وهو منتظر الأمريكان هيقدمونه ايه? فبيضغط على الامريكان بمنتها الكوة. بس تاني امبرج ده او نظام البديل لسويفت اللي هو التبادل بين بنوك. لو كوي حتى مع انسحاب السعودية لازم تعرف ان الامر ده او الامبرج ده هيوزبح تايكون. وهيتم تطبيقه في دول كتيرة جدا. مصر على فكرة في الامبرج. بكمناسبة يعني. يعني مصر ممكن تحول فلوس للصين بالامبرج. بعيدا عن سويفت. وفقت الصين على اول صناديق مؤشرات متداولة تستثمر في الاسهم السعودية بحسب ما قاله مدير صناديق استثمار لرويترز. وهو ما يأتي تزامنا مع تعزيز ثاني اكبر اقتصاد في العالم لعلاقاته مع الشرق الاوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب. قالت شركتان صينيتان ان هذه المنتجات ستتبع صندوق المؤشرات المتداولة المدرج في بورصة هونج كونج. ده امور خطيرة جدا. طيب. هيجي واحد ويقول لك على فكرة اقتصاد سعودي قوي. انت بتتكلم اه كلام مش دقيق. اه انت بتقول ان السعودية مستدينة والكلام ده كله. اولا انا بقولش حاجة من دماغي. اه سانيا خضرك عندك المصادر روحي رجع لها. سالسا محدش بيتكلم من السعودية فلست. هم كل بيتكلموا فيه ان عملية الاقتراض بقت فيها نوع من انواع الشراهة. وده هيأثر على سياساتك الخارجية ويركز في الحتة. اخيرا وهنهي بخبر كان جريب جدا بالنسبة لي. دلوقتي طيران السعودية. او الخطوط الجوية السعودية. فجأة كده لجت رحلات مع اه مطار سول. او المطار الخاص بعاصمة كوريا الجنوبية. اه. فجأة كده لجت الرحلات كلها مع مسافرين وقالت والله احنا مش اه يعني هنكمل في الرحلات بتاعتنا وبتدت تبعت رسائل لاي حد حاجز على خطوط الجوية السعودية رايح سول او جاي من سول في كوريا الجنوبية. اه الرحلة دي مش هتتم. وبتدت انها تبعت رسائل او تكنسل الرحلات دي كلها. مين اللي غضب اه كوريا الجنوبية. وقتك على فكرة الموضوع ده تم بدون التنصيق مع حكومة كوريا الجنوبية وده بيخترج قانون كوريا الجنوبية. ما يستدعي ان كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على خطوط الجوية السعودية. انا اول مرة اشوف اي دولة بتفرض عقوبات على اي حاجة تخص السعودية. وده لو امر تم خد بالك ده هيبقى حاجة مش سهل. خلاصة. بس هنشوف الدنيا ماشية ازاي? ولو انت شايف الخبر ده تافع او ماروش لازمة او كم ده كله? لأ. صدقني ده خبر مهم جدا. جدا. اول مرة حاجة تخص السعودية ممكن دولة تفرض عليها عقوبات. هل السعودية هتبعت وافد مسلا للتنصيق مع حكومة كوريا الجنوبية وتقول لهم والله حصل كزا كزا الرحلات عندنا اه فيها مقاعد كتير فاضية بنخسر في الراحلة دي. اه تخطر الحكومة الكوريا الجنوبية ولا السعودية والله هتشوف ان الامر ملوش اي لازمة وحتجيلها كوريا الجنوبية او تحدد او في الاخر متعملش حاجة. هنشوف ايه لا هيحصل بس خلي بالك. اي فرض عقوبات على خطوط الجواية السعودية لازم تعرف ان ده هيعمل ازمة دبلوماسية بين البلدين. كوريا الجنوبية مش نقصة اصلا يعني كوريا الجنوبية اه كان موجود بوتن. امبارح في كوريا الشمالية. يعني فهم? والنهار ده كوريا الجنوبية بتقولك ايه? احنا هنراجع سياساتنا في تسليح اوكراني. يعني خوفا الراجل مجرد ان هو جي كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية لاتلك بقى هنشوف هنعمل ايه مع التسليح. دي كل الاخبار الخاصة بالسعودية. يا رب ما اكون شرحتها بحاجة او بطريقة ما تضايقش اي حد. بس تعرف السياسات ماشي ازاي. وارب انصر مصر. وارب انصر العرب. وارب انصر السعودية. وارب انصر فلسطين يا رب. تحية مصر. سلام. موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يمين. ومن فوق السماء السابة حمين. موسيقى